السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه اليوم صبايا بنا نعمل تصحيح غراس. يعني انا عم بشتغل اي عمل مثلا وخربت معي غرزة متل هلا اليوم قلت ليش ما بصورها فرجيكم اياها للصبايا المبتدئين اللي ما بيعرفوا لك وصبايا انا عم بشتغل نزلانة معي غرزة لهون وانا ما منتبه عليها. بالسطر انا عم شوفها قلت لك رح صور لكم اياها وفرجيكم كيف بنصلحها. هلا انا بشتغلتها اوصال لعندها. هلا انا عم اشتغل وصلت لهون عند الغرزة الخرباني سوايا. شايفينها مبينة واضحة عليكم. هو نرايح منها تلات اربعة للسطور وهي نازلة لتحت. بدي رجعها مكانها تماما صبايا. بجيب ابرة الكروشي. بمسكها. بنتنتبه صبايا. هذا الخيط اللي فوق منها فورا. بعمله هيك. برجع الخيط اللي فوق منك. كمان برجع بمسكه وطلع. عشان ترجع متل ما كانت تماما. برجع بمسك هون وحدة وحدة سطر بسطر. طي اوصال متل ما شفتو كيف طلعت. متل ما امدا كأنه ما نخرباني. برجع هون عندي اسا سطر. انا هون في رسمة لانه صبايا. لو ما في رسمة كان الخيط بيبين اوضح وابعاد. هون اسا في خيط. شفتو متل ما شايفين. بشيت في واحي واحي. حتى وصلت للسطر الاخير. واضح عليكم صبايا. ازا ما عندكن اه ابرة الكروشي. فرضا هنا قرباني معي وما ما عندي ابرة كروشي. بمسكها بالابرة تبعاتي نفسها صبايا. شايفين هاي بمسك الغرز اللي فلتت سلتت مني. ببلش كمان سطر بسطر. خيط بخيط. هون هادا هو الخيط. بمسكها وبشتغلها. برجع بطلع للبعد منها. ما بروح ولا سطر. برجع بشتغلها الصبايا. نفس المبدأ. بدي يتأكد مصطور تبعي. بس هون في سطر. طلعها. ما في داعي انه بفك العمل تبعي كله مسلا لمهما كانت نازلة لتحت. بتعمليها بالسطر الامامي. بتركز معيك اكتر صبايا. هي بتصير بالتنين بس بتركز بالسطر الامامي. اسا ليكوا هادا السطر كمان صبايا. تحطيها عليه. بتشيليها منه ورا منا وتحطيها فوق منا. ضل عنا. سطرين. وهذا السطر الاخي. متل ما شفتو صبايا. فينك تعمليها بابرة الكروشي. فينك تعمليها بالابرة العادية تبعيتك. برجعوا متل ما كانوا تماما. شفت يا صبايا رجعت. ما في داعي. نفك العمل تبعنا. هاي اسمها غرزة تصحيح. يعني صلحت الغرزة بدون ما فك العمل تبعي. هوني انا عم بعمل الخط المنحني. كلكم بتعرفوه صبايا. طبعا برجع بعملها هيك للغرزة. بشتغلها. متل ما شفتو. ولا مبينة ابدا ابدا. كانت مفقوكة خربانة. ها هي انه اليوم علمتكم مبدأ صغير للمبتدئات اللي بكونوا عم بيشتغلوا مشا ما يفقوا العمل تبعون. ويرجعوا يشتغلوا من الاول وجديد. انه كيف بنصلح الغرزة بدون ما فك العمل تبعنا كلها. وان شاء الله تكونوا سهلا وانا صعبة وتكون عجبتكم واهلا وسهلا فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.